السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بالوضعية الإدماجية لسنة الرابعة متوسط في هذا الفيديو رح نديلكم ملخص حول أماكن يمكن زيارتها في العاصمة لهي places to visit in algis وعدنا أماكن يمكن زيارتها كنروح الوهران وحين نشوفوا الآثار الرومانية الموجودة في الجزائر عامة هنا إذا طلبوا منكم وضعية إدماجية حول العاصمة والأمناطق أو الأماكن أو الآثار الموجودة فيها حين تلقاوها هنا وإذا طلبوا منكم تكتبوا أي حمل عندك نتايا فقرا حول أي ولاية وش فيها آثار رايح تكتب هنا عدنا وهرا وعدنا الآثار الرومانية الجزائرية المعروفة وفي حالة إذا ما قالوا لك اكتب إيميل ولا اكتب فقرة حول ولا رسالة لصديق عفوا ولا إيميل تقولوا تحكي له وش كان في الزاير باش يجي إزورها رايح تدي من كل فقرة شوية إذن نبدأ وعلى بركة الله بسم الله إذن places to visit in Algees رايح نبدأوا بالعاصمة إذن نبدأوا بالمكان الأول اللي هو القصبة قصبة It's the heart of the city هي قلب المدينة Asleep and narrow maze of streets There are several magnificent ottoman places to explore هناك تروح للقصبة عندك بزاف حوايت فيها عثمانيين تكتشفهم Most concentrated around the Kachawa mosque هي متركزة حول مسجد Kachawa حول مسجد Kachawa هنا هذو راح نتحثوا على أماكن للزيارة في العاصمة هنا ما تقولوا ليش على هماكاش التاريخ البناء انتاحة والحكاية انتاحة هنا نختصروا كل منطقة نمدوا عليها شوية تحب تزيد عليها شوي معلومات من عندك زيد بالصح كل خير والكلامي ما قلة ودل في الوضعيات دائما نحبهم يكونوا أقصار ومفيدين إذن هذا تعريف القصبة عامة عدنا نتخدام دافخيك هنا تقطع العاصمة تلقاها في العاصمة وهي نتخدام دافخيك هي واحدة من أكبر وأشهر البنايات في العاصمة هذه كاثوليك كاثوليكي البناء انتاحة كاثوليكي والهندسة المعمالية انتاعوا بيزنطية وعندها مناظر رائعة لأنها تطل على البحر أي حاجة تطل على البحر رح تكون مانيفيك إذن عدنا القصبة نتخدام دافخيك هذو منطقتين أنا نعاود نقول لكم موش رانا نديرو فرانا نتحدثوا على أماكن للزيارة في العاصمة الجيز capital of الجيريا ننتقلوا إلى الموقع الثالث بالي دي رايس The palace is the most successful restoration project in the city بيكامن اقران اقران هنا بزاف كلمات يتكتبو كما مره اللي فاتت the big house اقران ميزون في محمد ديب يتكتبو بالفرنسية اقران اقران ولا اقران ولكن نين انجليش نلقاوها اقران كما الفرنسيات تنتق grand ottman period mansion the rooms are decorated with titles and painted ceilings titles لهم عنوين كنت تدخل لي هذه بالي دي الرائس تلقى فيها الحيوط منقوشين بعنوين بزخارف بأسماوات وبفسيفساء ايضا موجودة في هذا المكان اذن عدنا ثلاثة مناطق بالي دي الرائس القصبة ونتخل في فام دافخيك هذو ثلاث مناطق للزيارة في العاصمة عدنا اورن and places to visit هنا كنحبو نتحدثوا على باللي رحنا زيارة لوهران ولا عدنا رسالة رح نبحثوها ولا صديق نصق سانة على وهران كي يجي ويزورها وشح يلقى فيها اورن is a city in the northwest of Algeria placed on the coast of Mediterranean Sea موقع التحة on the coast الكوست هو الساحل الموقع التحة بحري it is an important port the ancient neighborhoods of the city have a fort and a mosque of the 18th century فيها مسجد من القرن الثامن عشر important places to visit are عدنا ذكرا حين نتحدثوا على الأماكن اللي مهمة في وهران نزوروها ولا نتحدثوا عليها لصديق لنا عدنا دماغ ميوزيم دماغ ميوزيم with prehistoric ok prehistoric archaeological archaeological ok هنا archaeological نتقوه بالعقل أقسموها archaeological الكلمة باش تقدو سنتقوها findings from مغرب ok cathedraldi sacred cœur mosque of حسان باشا caspa citadel great synagogue ok great synagogue of oran this was one of the biggest and most magnificent synagogues in north africa after Algeria's independence the synagogue was transformed into a mosque in 1965 وهنا اللي رمي تبعو فينا ويكونوا من وهرا خلونا مناطق أخرى في التعليقات باش الواحد تكون عندو معلومات أكثر هكذا تعاونوا زملائكم وأنا أيضا تكون عندي معلومات حول وهرا دوكان رحول الآثار الرومانية في الجزائر Algeria Roman Runes Algeria's catalogue of ancient roman cities is astritionally varied معمر جميلة تيبازا and تيمغاد are UNESCO World Heritage sites عدنا جميلة وتيبازا وتيمغاد محمينين من قبل اليونسكو smaller sites include تيدس تبسة غلمة لمبس and هيبو ريجيس هنا كانين مواقع أثرية أخرى في تيبازا في غلمة في تبسة في غلمة في عنابة ولكنها ليست محمية من قبل اليونسكو ok what makes them stand out from other Roman sites around the world what you see is what was originally here no touch-ups no restoration 100% authentic هذو ما تخلطوش أصلا بقاوا أصليين كيما تبنوا كيما قعدوا ما تخلطو ما عودوا فيهم ما خلطو فيهم فقط بعض الرتوشات ولكن بقاوا ثابتين لأنو الخدمة الرومانية صحيحة ok دوك هنا نفس الشي كي نكتبو فقرة حول أماكن ولا آثار رومانية للزيارة نكتبو تيمقاد جميلة ونمدو فقط شرح قصير كيما هذ الطريقة يولي عدنا فقرة كبيرة جميلة هي وحدة من أجمل للآثار الرومانية في العالم الذيك تم حمايتها من قبل اليونيسكو نرحضوك التيبازا تيبازا تيبازا was once an important رومان colony by the mediterranean today it is a little fishing port with a protected يونيسكو world heritage رومان رونز archaeological park كانت واحد الوقت من أهم الرومان كيفاش نقولو الحصن الروماني لأنها كانت على البحر لأنها في البحر ولكن الآن أصبحت موقع كبير رئيسي للصيد البحري أوكي للصيد البحري وهي أيضا محمية وفيها park يقدر العائلة تروحوا لها زيارة ومنطقة رائعة ننصحكم تروحوا لها close to algae makes it the most visited roman runes site in algeria ما تيباز علي قريبة من العاصمة من algees بزيف يروحوا لها لأنه قريبين من بعضهم خلاها تكون منطقة سياحية ولا منطقة لأكبر عدد من السياح ذوك نختموها بتم قاد تم قاد another يونيسكو world heritage site for roman runes أيضا محمية من قبل اليونيسكو was originally built by the emperor Trojan as a retirement city for his roman troops the city is laid out in a perfect grid plan تم قاد كما نعرف ابنها الامبراطور تراجن ابن تشفين باللغة العربية وما زالها للدر كما راه وهي حصن روعة 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 وما زالت شدة روحة إذن هذا الوضعية الأولى أماكن للزيارة في العاصمة وضعية ثانية أماكن للزيارة في وهرن وهنا كيت حطون على الآثار الرومانية الموجودة في الجزائر هذه أشهرها تم قاد تيبازا وجميلة تم قاد تيبازا وجميلة إذن وصلنا لختم هذا الفيديو نتمنى إن شاء الله يكون فاتكم واستفدتوا نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه نبقى على الأخير